السلام عليكم ورحمة الله كان احب بكم اخواتي الغاليات نتمنى ان شاء الله يلقىكم هاد الفيديو في اتمسحها والعافية ان شاء الله يوم باذن الله غد يقدم لكم فلون الاسباني كوخادا او الكوخادا لكيجي رائع وزوين خصوصا المناسبات او العراضات كيجي كريمي وكيجي بنين بزف ما تشبعوش منه اخواتي طريقة اللي هي جيد سهلة ومبسطة مع لكم غير تتبعوا معي الفيديو بشوفوا جميع التفاصيل وطريقة ديال التحضير ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كده احب بيش تشترك في القناة تفعل جرس بيش توصيبكم مهو جديد ان شاء الله وما تنسونيش باللايك بارك الله وفيكم والبرتاج مع الاحباب ومع صديقة ديالكم لتعام الفائدة ما غادش نطور عليكم اخواتي الغاليات على بركة الله غاد نمرو المقادير وطريقة التحضير اول حاجة كنبدو بها هي الصوص ديال الكراميل عندي هنا يكاس ديل عن بديل السكر كندل فوح الكاسرول او ميقلاس من الأفضل كتكون شوية ثقيلة باش ميتتحقش معاكم كندلو على النار اللي كتكون هادئة هنا ما كنحرقو داك السكر حتي بدا يدوب معنا عاد كننحرقو بديكم ملعقة خشبية ونخليه يكمل الدوابن ديالو وكاننا نحضر معا باش ميتتحقش لينا وعندي هنا يا المول كيف رحتو معايا المول كيبقى الحجم ديالو وشكل ديالو حسب الرغبة ديالكم هنا بعد ما كندوب داك الكراميل مباشرة كان نخوف في المول بسم الله والكيمية دا الكراميل حسب الرغبة ممكن تكتروا منها ديرو كازي العنبا كيف درزانة او ممكن ديرو غينس كازي حسب الرغبة مباشرة هو سخون كنحاول غادي نحرك شوية المول باش نوزع داك الكراميل في القاعدة ديال المول هاد الطريقة وغادي نخليوه جانبا وغادي نمرو ان شاء الله باش نوجدو او تشوفوا معايا المكونات عاد غادي نمرو ان شاء الله الطريقة ديال التحضير ديال هاد الفلون على بركة الله وغادي نحتاج خمسمية ميلي لتر ديال الحليب اي نصف لتر وعندي هنا نصف لتر كذلك خمسمية ميلي لتر ديال الكريمة الخفق او الكريمة السائلة اي نوعية كتفضلوها وعندي السكر السكر ديما كيبقى حسب الدوق غادي نحتاجو هنا يعندي اللوس اللي مهرمش ومحمر شوية كيف تلاحظو يتحولو متحمروه بزاف وخي يعني اللي غادي نضيفو ان شاء الله مع الكريمة والحليب من الافضل كتتحمروه شوية عاد كنضيفوه والكيمياء كتبقى حسب الرغبة ديالكم وممكن يديرو ثلاثة من ثلاثة المعالقة الفوق وممكن ديرو حتى اللوس بالقشور دياله كتصهدو شوية من بعد كتطحنوه يعني كتديرو اللوس بالقشور دياله كيف مهو معروف الكواخادة وكيبقى ليكو بالاختيار وهنا يعندي هذه العلبة ديال هاد الفلون هذا ديال كواخادة أو الكوخادة هذا الفلون ممكن استعمال الفلون ممكن استعمال الفلون لكن هذا الفلون يأتي اللون ابيض لا يوجد بحلال الفلون يوجد صفر في الفلون حتى المعدة يعني كان الفرق في المعدة ولمان تفرج على كيف قلت لكم على الفلون ممكن استعمال الفلون يعني الايديال كتدير يعني كل كيس كتدير كل كيس اللي كيمشي في نسيطره كتدير جوج اكيس سافي من بعد ما نضيف الكريمة والحليب ونضيفه ذاك الفلون ونضيف السكر والسكر كيبقى حسب الدوقة ديالكم وحسب الرغبة هنا دفجوج معالق ثلاثة ربعة ديال معالق ممكن ديلو حتى الخمسة كيبقى لكم الاختيار حسب الحلاوة اللي باغينها وهناي هدى خمسة ديال معالق انا كتجيني هي هديك في الحلاوة ممكن تنقصه او اضيفه اكتر وكننضيف هناي ربعة ديال معالق ليهما كبار ديال اللوز ونكمل حتى الماء الايقل اللي بقات يعني خمسة ديال معالق سوف نحرك هدى المكونات واللوز كيف تكرت لكم يبقى حسب الرغبة ممكن تستغنوا عليه ولما كانش متوفر ممكن تستغنوا عليه سوف هناي كناخدو الكاسرول ديالنا كنحطوه فقنا اللي كتكون متوسطة الى هادئة وكل مرة كنحركو ماشي كنبقو غير كنحركو كل مرة كنبقو نحركو فيه باش ما يلتسقلناش ما في اسفل ديال الكاسرول حتى يوصل درجة الغلايا سوف هناي كيف كتلاحظو مبعد ما وصل درجة الغلايا سوف نضيف عليها النار و سوف نضيف مباشرة سوف نضيف المون اللي كنا نضيف دلنا فيه داك الصوص ديال الكاراميل بسم الله سوف نستعن هكب هاد المي العاقم باش توزع لي داك الفلون باش ما يكون شغف بلاسة واحدة و داك الكاراميل يطلع معايا على الفلون يتغير اللون دياله سوف هنا من بعد ما نخلوه في المون سوف نخليه شوية بحرط الغرفة حتى تنزل شوية ديك الحرارة من بعد كندخله تلاجه حتى يبرد ويتماسك ان شاء الله وهناين بعد ما خرجتهم منه تلاجه مباشرة بعد ما كنخرجوه كنحطوه في شي ميقلات أو في شيئينة اللي كيكون كبير كندلو فيه المسخون باش داك الكاراميل يدفع وينزل ينزل معنا الفلون بكل سهولة كيف كتلاحظوه كنشدو المون ديالنك نحطوه شوية لما يكون دافي عادي كنقلبوه في الطبق ديال التقديم واحدة داك الكاراميل فاش كيدفع كينزل كامل ما يبقاش لسقلينة في المون وكنحركو كيف شاهتم عايا شوية المون عادي كنجيبو الطبق ديال التقديم بسم الله وغادي نقلبو المون على الطبق باش ينزل معنا الفلون كنحركو شوية المون باش ينزل الفلون كينزل بكل سهولة كيف كتلاحظو وهدا هو الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه واحد الملاحظة اللي هي مهمة اخواتي هنا عندي اللوز افلي او اللوز مهرمش اللي متوفعتكم موقين تزينو به تزين كيبقى اختياري الملاحظة اللي بغيت نذكر لكم اخواتي اللي بغيت تقول السمك ديال فلون يجو شوية عالي على هذا انا داك تعملت داك المون كبير كي هز حتى الليتر ونزل ممكن ديو في حتى الجو جيتر لكن بغيت تجيكم الفلون ديالكم عالي كديني في الشريمون يكون صغير ديكم الطبقة دي الفلون عالي على هادي وهنا اي غادي نقطع لكم باش شوفوا كيف كي يجي من الداخل بسم الله وكاد قدموه بارد للعائلتكم او للضيوف ديالكم او في المناسبات كي يجي رائع وبنين وزوين بزاف او في الاعياد وكي يجي كريمي ما تشبعوش منه اخواتين اتمنى ان شاء الله تجربوه وكنشكركم على المتابعة ما تنسونيش باللايك بارك الله وفيكم ولي عجب لكم فيديو التشجيع والبرتاج مع الاحباب مع صديقة لكم تعم الفائدة ولأول مرة كتشاه الفيديو ديالي انا احب بها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد وكنشكركم على المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة